زيادات في أجور النواب قد تصل إلى عشرة ملايين سنتيم وتخفيضات في الضريبة على الدقل العام وصلاحية أكبر مع الولات وتعديل للقانون الأساسي وتلبية مطلب احتساب فترة التقاعد للموظفين خارج الوظيف العمومي هو ما ينتظره أعضاء المجلس الشعبي الوطني بعد تعديل الدستور المرتقب قريباً وهي الأنباء التي بادت متداولة داخل قبة البرلمان حيث يشرف بعض النواب على جمع التوقيعات لدعم هذا المسعى ولكن قطع من موثلي الشعب خصوصاً المحسوبين على المعارضة ينظرون إلى هذه المبادرة على أنها محاولة لابتزاز الحكومة قبل عرض تعديل الدستوري على البرلمان للمصادقة عليه ومحاولة تكرار ما تم سنة 2008 حينما تم رفع مبلغ تعويضات عشية تعديل الدستوري أعضاء المجلس الشعبي الوطني رفضوا الأوصف التي يطلقها عليهم المواطنون وقالوا أنهم مجرد نواب لهم نفقات ومصالف لا تعد ولا تحصى ولا يستفيدون من امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وحتى مدراء المؤسسة الذين ينعمون بالسيارة والهاتف وغيرها فلماذا هم دائما في وجه المدفع؟ مصاريف مرتفعة وبالتالي ما يتقضاه النائب كله يروح في مصاريف يومية يقضع النواب في موضع حرج بالنسبة للمجتمع ولكن صراحة لو نقارن النواب الجزائريين وما يتقضاه النواب الجزائريين مع أقرب الناس إلينا من جيراننا لما سوى ما يتقضاه مع هؤلاء شيء وبين هذا وذاك يبقى الترقب سيد الموقف فكل شيء معلق على وثيقة تعديل الدستور التي يبدو أن الإفراج عنها بات وشيكا